أهلا وسهلا فيكم من جديد والآن راح نتكلم عن الـ Checkout وهو المرحلة الأخيرة في شغلنا وهي المرحلة الأخيرة في شغل المشتري كمان لأن المشتري بعد ما يختار المنتجات ويتصفح ويشوف الـ About Us ويشوف الصور في الأخير بده يقرر يشتري فبده يدخل على خانة الكارت وبده يعمل الـ Checkout ويفوت ويقوم بعملية الدفع مشان هيك أنت بدك تكون مهتم بتمهتم في هاي الناحية وتدير بالك أنه زبون يكون مريحوا ومش حاطة أسئل كتير ولا معقده عشان يدفع سهل أمور الدفع فإحنا شو بنعمل؟ بنروح على الـ Online Store على Theme بتروح على Action بتنزل على Edit Language بتضغط عليها بتروح هنا على الكارت ومن الكارت بتنزل تحت بتروح على Checkout وبتحط Secure Checkout بعدين بتعمل Save وبتروح على الـ Website بتعمل Edit Home بعد الـ Edit Home بتروح على Theme وبتعمل Checkout وبتيجي هون بتغير Background البانر اللوجو وخلي اللوجو دايما Center وبعدين بتغير الخطوط والـ Colors والـ Checkout سيتنج إذا بدك ترجع تضبط Checkout سيتنج وهيك بكون إنت موقعك جاهز بتعمله View تعمل من هنا بتعمل موقعك View وبتصير إنت الآن شفت موقعك وخلص زي ما علمناكم بتصير هنا إنت تضبط Section بدك تزيد بعض النقاط هون بدك تعمل إشي هون بهاي الجهة كل شي بتقدر تعمله ادرس كل الصفحة اللي حكيناها كل الفيديوهات اللي حكيناها انتبه منيح في دراستك لو وصلت لهاي المرحلة وما كنت دارس منيح الدورة كاملة لازم تدرس الدورة كاملة وإذا ما توصلت لك الفكرة عيد مرة تانية أو بإمكانك تتواصل معنا كسبورت نحن